معلوماتنا جديدة النهاردة في معلومة ده هي موقع خاص بالشخصيات كتير مننا بيحتاج اللي هو بعض الافاتار او بعض الشخصيات اللي هو يستخدمها في العروض التقدمات تاعته البرزنتيشن الخاصة به الحاجات دي كلها ففي موقع اسمه personas draftbit.draftbit ده اسم الموقع قدام حضراتكو زي ما انتو شايفين كده بتقدر تطلع شخصية بسيطة كده من هنا تقدر تعمل random ليها اللي هو يدي بعض الاشكال كده لو عجبك منها حاجة بتستخدمها ممكن تنزلها هتعملها دون لود افاتار هتنزل او انت هتقدر تشكل بقى لون الجلد اللي انت عاوزه لون الشعر بتاعك لون الفيس اللي خاص بيك لو انت عايز تحط له شنة بتحط له ده انا معينة بتقدر تغير اللون من تحت وتقدر في نفس الوقت من الاسم دي تغيرها بالشكل اللي انت شايفو كده انا مش عايز خالص مثلا اهو تقدر من هنا البادي باجده نفس الفكرة تغير شكل البادي نفسه تقدر تغير اللون بتاعه من هنا تقدر تغير لوق العين شكلها ازاي تلبسه مبضاره عايز عين مقفولة عين مفتوحة من هنا شكل الفم ازاي بالشكل ده شكل الانف هتعملها ازاي والخلفية اللي انت هتحطها لونها ازاي اللي انت هتحطها وبعد ما توصل للشكل اللي انت عايزه بالزبط بتقدر تدوس دون لود افاتار بيبدأ انزلها لك على الجهاز بتاعتك بانجي تاقدوا الافاتار ده زي ما انتو شايفين كده فتحت قدام حضراتكو وتستفيد منها في اي برزنتيشن اي تصميم انفو جدافك او غيره عايز تستعمله الحاجات دي كلها اتمنى الموقع يكون بسيط ومفيد ليكو في معلومة فداي ورمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله